بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا وسهلا بكم عزазыв المشاهدين في الحلقة السادسة من كورس كيف تبحر في السوق الأزرق الخاص بك وتكون خارج حدود المنافسة سواء كنت ملظمة صغيرة أو مشروع نواة أو شركة كبيرة هذا الكورس يفيدك بإذن الله طبعا كورس مجاني على قناتي وممكن أن تضطني هذا الكتاب من خلال شراءه من الموقع الإلكتروني الخاص ب PFADMNES وخليني يا جماعة أبدأ معكم الآن الحلقة الجديدة الحلقة السادسة طبعا إحنا انتهينا الحلقة الخامسة طبعا بس اعرض ما يقوم يا جماعة الكتاب بشكل سريع طبعا إحنا انتهينا من الحلقة الخامسة وحنبدأ اليوم في الحلقة السادسة وحنبدأ بسؤال ما هي المداخل العملية لإنشاء محيط أزرق جديد هناك مدخلين مهمين جدا لإنشاء المحيط الأزرق أو السوق الأزرق الخاص بشركتك أو ملظمتك أو مشروع لكن قبل ذلك يا خبار الفاضل بذا أحب أذكركم بضرورة الاشتراك في قناتي لمتابعة هذا الكورس اللي هو الحلقة السلسة لازم تشاهد الخمس حلقات إذا أنت حبيت تتأمل وتتمع في هذا الكورس وأيضا إخوان الفضل بذكركم العجاب بهذا الفيديو وما تنسى الاشتراك معنا في أن نصابق الحسول على نسخة هذا الكتاب طبعا حتى تذهب نسخة هذا الكتاب لعشرة أشخاص يعليقون على فيديوهات القناة يعني مطلوب أنك عشر تعليقات على عشر فجات مختلفة في طبعا هذه القناة وإنت بتدخل هيك على السحب للحصول على نسخة هذا الكتاب طبعا هناك عشرة أشخاص سوف يربحوا معنا للفوز بجهازة هذا الكتاب الإلكتروني خليك تكون معهم بتمنى لك الحظ الجيد أنه أنت إن شاء الله تكون من الفائزين ولكن أشان يا أخي الفاضل عندما تقوم بتتعليق عشر تعليقات على عشر فجات يعني ارسل لي رسالة باسم حسابك أو ممكن تقول لي تم أو تم التعليق والدخول فيها المصابق أنا بعرف فيك أنه أنت الأكاونت مؤهل لحضرتك أنه أنت تحوج على هذا الكتاب وأنه أنت يعني ندخلك في السحب وخليني أبدأ مباشرة بعد هذا الفاصل اللي هي محتوى الحلقة إخواني أخي الفاضل وهذه طبعا لسخة الكتاب اللي احنا نبيعه على موقعنا أخي الفاضل واللي انت إن شاء الله إذا شاركت فيه المصابقة ممكن يعني تكون مؤهل لأنك تحصل على هذا الكتاب وخليني أشوفكم بعد هذا الفاصل لنستعرض المداخل العملية لإنشاء محيط الزرق جديد أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد وبعتقد أنه أنت الآن أصبحت مشترك في قناتك وبتابع الكرسات المجانية وإن شاء الله ستستفيد من هذه القناة لكن ما تنسى أنك تشارك القناة لغيرك والأصغاق والأصحابك عشان ننشر العلم والقيمة والمعرفة وهذا جماعة قل دعمي لنكبر من المشتركين ونكبر من القناة خلينا نشوف المدخل الأول المدخل الأخوان الفاضل هو باختصار إنشاء صناعة جديدة تمام يعني كيف أنه أنت أخي الفاضل تتطرق إلى منتج جديد خدمة جديدة شيء جديد ما حد تطرق له ما حد يبتكر أخي الفاضل أنت شركتك أو ملظمتك أو فكرتك هي التي أنشأت هذه الفكرة أو هذا المنتج طبعا ممكن أحيانا إخوان الفاضل في إنشاء صناعة جديدة قد لا يعني يراعي متطلبات المجتمع يعني ممكن أنت تجيب منتج جديد وتسوقه في السوق وما أحد يشتريه للأسف وهذه من إحدى المخاطر أنه أنت عندما تتطرق لإنشاء صناعة جديدة أو منتج جديد يعني لا يراعي متطلبات المجتمع أو ما حد سمع فيه قبل هيك يعني ممكن هناك تخوفات كبيرة جدا من شراء هذا المنتج الخاص بك لكن ممكن يكون مدخل رائع ويعني شيء خيالي أنه يدخلك السوق الأزرق من أوسع مثال ذلك زي ما تشفيني أخوان الفاضل جوجل يعني جوجل عندما بدأت لسه كانت فيه تطور البداية كانت يعني بتتطلق لأفكار يعني أنه هي محرك بحث كانت يعني فكرت أنه محرك بحث بعدك تطورت يا جماعة صارت يعني تلبي احتياجات المجتمع يعني سواء من إيميل من خدمات يعني مثلا جوجل إيرث وهوائي لذلك يعني خدمات أصبحت تقدم خدمات كثيرة ومتنوعة للمجتمع عشان هيك جوجل أبهرت الجميع ودخلت السوق الأزرق من أوسع أبوابه طيب ممكن أن تأخذ فاضل ننظره مثلا أخرى أيضا يعني مثلا أنك تبتكر جهاز يقيس الضغط النفسي أو يقيس الاكتئاب أو يقيس مثلا مستوى الفرح لدى الإنسان يعني حاجات يعني جديدة لم تطرق عليها للآخرون يعني مثلا تصنع بس كويت لفئات معينة من الناس يعني يتناسب مع احتياجتهم وهكذا يعني أنت تفكر خارج الصندوق وهنا بنصح أنا نصح جماعة أنه أنه أنت حاول تبتكر جلسات التفكير يعني الإبداعية أنه أنت تختلي مع نفسك مثلا ساعة في الأسبوع فقط لتبتكر أفكار نوعية لمين لبزنسك لشركتك لمنظمتك تبتكر خدمات جديدة تبتكر أشياء جديدة لم يتطرق لأحد وهنا بحب أنا أنصحك دايما يعني بنصح الأخوة المتابعين بممارسة الميديتيشن أو التأمل وبعده كي مارس جلسات التفكير اللي ممكن هاي يعني تطيع أفكار رائع ونوعية ممكن تصعد به نحو القمة وخلينا أشوف المدخل الثاني يا أخواني يا الله أفاضل يعني أعتقد أنه عنده سؤال ممكن يا جماعة يترك لي في التعليقات ممكن أنا أجيبه عن هذه السؤال يعني سواء ممكن في مجموعة الواتس أب جروب أو في التليجرام أو حتى هنا في التعليقات في اليوتيوب المدخل الثاني هو ببساطة أنه عندك أفكار في المحيط الأحمر تدمج هذه الأفكار الموجودة في المحيط الأحمر مع أفكار جديدة جماعة يعني أنت بتعمل هاجين ما بين أفكار قديمة وأفكار جديدة وتعمل هيك يعني كوكتير وتعمل منتج جديد هذه يعني الطريقة البسيطة جداً تشوف فكرة قديمة وجودة في المحيط الأحمر وتشوف فكرة جديدة وتعمل كومبينيشن وتعمل منتج جديد طيب خلينا أحكي لك أخي الفاضل ممكن أنت أيضاً تمارس مثلاً نشاط في المحيط الأزرق بالإضافة إلى يعني ممارسة نشاط في المحيط الأزرق طيب من هذا الكلام كان يمارس أخواني الفاضل مثال ذلك الشركة أبل وسامسونج هذول يا جماعة مثلاً عندما ابتكروا الآيفون في العام 2007 هما أنشأوا مساحة جديدة من السوق أو دخلوا السوق الأزرق بعد ذلك أصبح الأبل أو الآيفون شركة أبل بالآيفون الجديد أصبح في السوق الأحمر ليش؟ لأنه أصبح منتج قديم وفي شركات منافسة أيضاً ابتكرت مثلاً منتج زي السامسونج ابتكرت منتجات مماثلة عشان يكصار فيه صراعة في التنافس يبقى أنا اليوم لازم أشوف سوق جديد أو سوق أزرق عشان أنا أقدر أهرب فيه من المنافسة وخلينا تأمل إخواني على الفاضل الآيفون 2007 والآيفون SE 2020 حتلاقي هنا فرق واضح وشاسع ما بين المنتج القديم والمنتج الجديد يعني المنتج الجديد بنحكي آيفون SE 2020 هذا أدخل أبل في السوق الأزرق بينما الآيفون 2007 عندما كان هذا المنتج فيه طور الإنتاج هذا أدخل أبل في السوق الأزرق ولكن بعد ذلك أصبح في المحيط الأحمر وطورت عليه وأصبح آيفون مثلاً SE 2020 طبعاً يعني طورت الآيفون 2007 إلى يعني عدة أجيال إلى أن وصلوا إلى الآيفون SE 2020 عشان يكي جماعة أنا ممكن يعني أخذ الفكرة من محيط أحمر وأطور عليها وأدمج بعض الأفكار على فكرة من المحيط الأحمر وأصنع سوق أزرق خاص به عشان هيك إحنا بنقول لك يا أخي للفاضل ممكن تتأمل في منتجاتك القديمة أو في منتجات موجودة في السوق أو لدى المنافسين وإنت تضيف عليها فكرة جديدة وتصبح في سوق أزرق أنت تبحر فيه لوحدك إذن باختصار إخواني للفاضل إذا أنت أردت دخول سوق جديدة أو إن شاء محيط أزرق خاص بك عليك التفكير بمنتج جديد تماماً هذا هو المدخل الأول أما المدخل الثاني هو إعادة بلورة الأفكار الموجودة فيه محيط أحمر مع أفكار جديدة وهذا المدخل تعمل أو تعمل هجين ما بين هذول الأفكار وتعمل محيط أزرق جديد يعني عندك أصبح مدخلين إخواني للفاضل يا إما بتفكير صناعة جديدة تماماً لم تطرق لي أحد أو إعادة بلورة الأفكار الموجودة فيه محيط أحمر والحصول على أفكار جديدة تبحر بكفي السوق الأزرق وبنصحك في نهاية الحلقة أخي الفاضل لو كنت أنت صاحب مشروع أو صاحب بيزنس فكر في القيمة التي تقدمها فكر بالخصائص الخاصة بمن؟ بمنتجاتك فكر بإعادة تشكيلها وانظر إلى العينات أو الرموز التنافسية الخاصة بالشركات المنافسة وحاول أنه أنت أخي الفاضل يعني تعمل ما بين العوامل التنافسية لدى المنافسين والخصاص اللي بتميز منتجك وأنه أنت تعمل ما بين هذه العوامل التنافسية وتعيد ترتيبها بحيث أنه أنت تحصل على منتج جديد بمواصفات جديدة بسوق أزرق جديد وهذا هو المنفذ أو المهرب عشان أنه أنت تهرب بمنتجك فعيدا عن المنافسة والشركات المنافسة والتناحر اللي بيصير يوميا من أجل إخراج الشركات بعضها البعض من السوق وهذه هي أفضل وسيلة يا جماعة أنه أنت ترقى بالبزنس الخاص بك أو بمنتجاتك من أجل الإنفلات أو الإنعتاق من المنافسة الشرسة طبعا نحن نصارد معكم عزيزي المشاهدين الحالات العملية اللي هي أعادة ترتيب العوامل التنفسية الخاصة بشركات المنافسة وأوجدت لها منحنة قيمة رائع بمنتج جديد وبدخول للسوق الأزرق من أوسع أبوابه وعشان هيك إحنا بنقول لك لازم الحلقة القايدة ما تتعرف معنا على محددات هذه الأستراتيجية اللي بتضمن لك أنه أنت تنجح في دخول محيط أزرق جديد وأنه أنت تنتبه لهذه المحددات وهيك أنا تقريبا انتهيت من حلقتي لهذا اليوم حلقة قصيرة وخفيفة وإن شاء الله تكون استفادت منها أخي الفاضل واستمتعت بمشاهدة حلقات هذا الكورس أحب أذكركم عزيزي المشاهدين أنه ما تنسوا تعملوا الاشتراك وتعجبوا بهذا الفيديو هذا يعني أقل دعم لي وأنه أنت تشارك هذا القناة لغيرك بالناس لأصحابك والأصدقاء ليستفيدوا من هذا المحتوى العلمي الموجود في هذه القناة وخلينا ذكرك أيضا بالمصابقة اللي أنت لازم تشترك فيها وتعلق على عشر فيديوهات عشان ترشح اسمك أنه أنت تحصل على جائزة هذا الكتاب اللي احنا بنشرح فيه واللي احنا بنبيه على موقعنا الإلكتروني بـ 2.76 إن شاء الله من تشاهدني أنه أنت تكسب هذا الكتاب وتشارك معنا في المصابقة وتكسب هذه الجائزة طبعا في نهاية حديثي أنا أختم قبل القول العزيزة ربنا عليك توكننا وليك نبنى وإليك المصير وأشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته